في طريق ملتو غير مألوف في السياسة وإدارة الدول، تسير حكومة عادل عبد المهدي مقتربة من نهاية عامها الأول. ولا شيء في الأفق، فلا هي اكتملت ولا طبقت شيئاً من برنامجها الحكومي. المحاصصة الطائفية والحزبية آلية شكلت عليها الحكومات المتعاقبة، وعملاً بمبدأ توزيع المغانم توزع الحقائب الوزارية والمناصب بين الأحزاب بمعزل عن الكفاءة والأداء. وبما أن التوزير لا يتم إلا باتفاق الكتل، فإن الإقالة كذلك. وحتى الآن يعجز رئيس الحكومة عن إقناع الكتل السياسية باستبدال ستة وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. قبيل الانتخابات روجت أحاديث عن حكومة التكنقراط بعيدة عن المحاصصة، لكن سرعان ما فند تلك الأحاديث النظر لهيكل الحكومة وانتماءات الوزراء، حتى وضع تصدع جدار القوى السياسية حكومة عبد المهدي في مهب الريح. مصادر الصحفية تحدثت عن محاولة عبد المهدي إقناع الأحزاب باستبدال وزراء التجارة والرياضة والاتصالات بسبب اتهامات فساد وحتى إرهاب تطول بعضهم، وشمول آخرين بما تسمى إجراءات المساءلة والعدالة. كل مرشح لحقيبة وزارية يحتاج لتوافق بين قوى متعارضة في البرلمان للحصول على التصويت اللازم، ما يسبب أزمة بين الكتل، كون الاتفاقات التي تقود إلى المصادقة على الوزراء ينتهي مفعولها بمجرد إتمام الصفقة، وبالتالي فإن إجراء أي تعديل في المناصب يستلزم صياغ التوافقات جديدة وهكذا. وزير الاتصالات نعيم الربيعي، تبدو حضوضه ضعيفة في البقاء بمنصبه لإصرار ميليشيا العصائب على استبداله، ولا تمانع بعض الكتل باستبدال الربيعي، لكنها تشترط توسيع عملية الاستبدال ضمن صفقة تعديل وزاري. مراقبون يرون أن قائمة وزارات الوكالة مرشحة للاتساع، وهما لا يمكن لعبد المهدي أن يغامر به في ظل موجود قوى سياسية لم تستبعد خيار إسقاط حكومته، أملاً في الحصول على مناصب في الحكومة التي ستخلفها، على وفق مفهوم المعارضة في العراق الحديث. وقد يستهضر العراقيون هنا قول الشاعر معروف الرصافي في توصيف حال العراق اليوم. عالم ودستور ومجلس أمة، كل عن المعنى الصحيح محرف.